في إنجاز بحريني جديد السباق السيارات أعرب عن فخره بما تحقق من إنجاز يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين الرياضية وفوز الفريق بأفضل النتائج مقدما سموه لجميع عضاء الفريق لما قدموه من عمل جماعي رائع خلال البطولة سواء على المضمار أو في المرآب وقال سموه إن السباق شهد مستوى قوي وانطلاق سريع حيث حافظ السائق المتميز جوني آدم على موقعه في المنافسة القوية في السباق وتمكن من الحفاظ على الصدارة حتى بلوغ الفوز أما في الجانب الفضي فقد كانت المنافسة أصعب ولكن الفريق قابل التحدي وتمسك بهدف الفوز وقد حول السائقين الثنائي جيمس كوتينغام وجوني آدم انطلاقتهم من الخط الأمامي في بداية السباق إلى فوز محقق كما تمكن إيان لوغي وجولز جونون من تغيير مجرى سباقهما حيث انتقل من محاولة السيطرة إلى المنافسة بضراوة ليصل إلى منصة التتويج ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة